بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي ومشاهد قناة الأهلي في كل مكان أهلاً ومرحباً بكم وحلقة جديدة من الستوديو التحليل مباراة همى جداً 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 أمام النادي الإسماعيلي بما أن مباراة مع النادي الإسماعيلي حابب أتكلم في حاجة بعض الناس بترددها اليومين دول طبعاً الناس التانية مش إحنا برددوها كل شوية ومن غير وعي والغريبة إن أنا شفت ناس المفروض إن أنا شايف إنها بتفهم بتفهم في الكرة أو بتفهم في الأمور اللي حصلة كل شوية تلاقي واحد يقولك إزاي النادي الاهلي مايلعبش في الإسماعيليا زي الزمالك زي الزمالك وبايل الأندية يعني طب فيين تكافؤ الفرص وكلام كتير بقى بيعوضوا يقولوا ويقولك ده بيحابوا للنادي الاهلي وبيعملوا الكلام دوت عشان خاطر من النادي الاهلي هو النادي الاهلي أصلاً بيعترض على حاجة النادي الاهلي إلعب في اسكندرية؟ ألعب في اسكندرية ده كان زمان لما بيجوا أحياناً يقولك مثلاً في عقوبة لجمهور النادي الأهلي مثلاً ده لما كان بيحصل مثلاً مرة كل عشر سنين عارفين كانوا ودونا فين؟ المينيا المينيا وما بنعتردش ومرة ودونا المنصورة ما بنعتردش الأهلي أصلاً ما بيعتردش على أي حاجة خالص هو اتحاد الكورة قالك الأهلي يلعب في الإسماعيلية والنادي لزي الأهلي اعترض ولا حاجة من دي حصلت خالص ده قرار أمني ده قرار أمني وكلنا بنحترم ونقدر دور الأمن في بلادنا وكمان الأهلي يعني هل النادي الأهلي مش هيبقى متضرر لما يلعب ماتشين الدوري طوال إسماعيلي في اسكندرية ولا يلعب واحد في الإسماعيلية واحد في القاهرة عندنا بدل ما نسافر في ماتش مرتين يعني بالعقل كده أنه أفضل للنادي الأهلي أنه يسافر مرتين يلعب الإسماعيلية في اسكندرية في الظروف اللي هي فيها ضغط في المباريات زي الدوري دول ولا يلعب ماتش في القاهرة وماتش في الإسماعيلية أنه أسهل للنادي الأهلي وبعدين لو حضرتك بتقول كده ده الكلام ده مثلا لو قلنا نفطارد جدلا أنه فيه جمهور حنقول ماشي ده ما ده ما فيش جمهور حتى ده أنت بتشحططني ده أنت بتخليين ألعب ماتش بدل ما لعبه في أرضي بلعبه برا أرضي في اسكندرية أو بدل ما لعبه في المنطقة اللي أنا قاعد فيها أو أنا النادي الأهلي متواجد في القاهرة اللي هو ملعبي أصلا في القاهرة بلعبه في اسكندرية يعني حتى مش ملعبي يعني حتى مش ملعبي اللي بيرددوا الكلام ده وللأسف فيهم ناس اللي المفروض بتفهم بيقولوا من غير وعي وعشان يصيروا الناس وخلاص وكأنهم عايشين في كوكب تاني مش معانا هو مثلا انتحاد الكورة هيغلب أن يحط في الجدول أن النادي الأهلي يلعب ماتش مع الإسماعيلي في الإسماعيلية والماتش التاني في القاهرة حلو لو حط كده عمرك سمعت أن انتحاد الكورة عمل كده والنادي الأهلي اعترض ما حصلش لكن الناس عملة تتكلم كتير وإحنا عارفين هم عايزين إيه هم عايزين إيه أولا ده كلام باطل ويرد بي حق زي ما بيقول لأنه هو عارف من جوا أن النادي الأهلي ما عندهش مشكلة إن شاء الله يلعب في المريخ النادي الأهلي ما بيعطرشش على حاجة أبدا بس دي إجراءات أمنية وكلنا نحترمها إجراءات أمنية وكلنا نحترمها